بسم الله الرحمن الرحيم بيان رابطة أهالي بنغازي المهجرين بشأن دعوة بعض القباليين في شرق ليبيا للجيش المصري بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا في الوقت الذي يحقق فيه جيشنا الليبي الانتصارات الانتصارات الحاسمة على ميليشيات مجرم الحرب الانقلابي حفتر ومرتزقته المتعددة الجنسيات وتمكن جيشنا وقواتنا المساندة في إسقاط مخططه لاحتلال عاصمتنا وحكم البلاد عسكريا وفي ظل تطلع الليبيين للحرية ووحدة البلاد وسلامة أراضيها وتعزيز أسباب قوتها وهيبتها وحمايتها من كل الطامعين فيها وفي ثرواتها ومقدراتها تفاجئنا وبكل أسف بظهور عدد ممن ادعوا أنهم شيوخ قبائل يمثلون الشعب الليبي وقد شدوا الرحال إلى مصر يهتفون بحياة السيسي متوسلين ومستغيثين به وبقيادته وبجيشه للتدخل عسكرية وبشكل مباشر في الأراضي الليبية ومنحه بهذا التوسل شرعية كاذبة لينتهك بها سيادة البلاد ويكرس لحكم العسكر والقبيلة ونفوذ الأسرة والانتفاع والارتزاق الشخصي ولأجل الإجهاز كليا على مشروع ثورة فبراير لبناء الدولة المدنية وسيادة الدستور وحكم القانون عليه نحن المهجرين من أهالي بن غازي نشير ونؤكد على ما يلي أولاً أن زمن حكم العسكر في ليبيا قد ول إلى غير رجعة وأن أي محاولة لإرجاع العسكر أو القبيلة لحكم البلاد إنما هو عبث بإرادة الشعب الليبي ورغبته في التحرر من الاستبداد وبأي صورة كان ثانياً إن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يمثلون القبائل أو يمثلون الشعب الليبي في الحقيقة لا يمثلون إلا أنفسهم وذواتهم وأنهم ليسوا بفاعلين سياسيين وإنما من العادة أن دورهم كان دائماً دوراً اجتماعياً محدوداً متمثلاً في حل بعض المشاكل الاجتماعية وفض النزاعات بين الأفراد والصلح بين القبائل كما أن الدولة الحديثة ليس فيها مؤسسة تشريعية أو تنفيذية تسمى شيوخ القبائل كي تقرر في مصير البلاد وتحل محل مؤسساتها السيادية المتعارف عليها وكأنهم لا يوجد في البلاد سواهم خاصةً وأن في ليبيا حكومةٌ شرعية يعترف بها كل العالم وعلى رأسه نظام السيسي في مصر ثالثاً إن كل من يتواصل مع أي جهاتٍ خارجية ويتناول أمورًا سيادية خارج نطاق مؤسسات الدولة الشرعية وقنواتها الرسمية القانونية يعتبر قد ارتكب الخيانة العظمى في حق البلاد والأمة الليبية وسيطاله عقاب القانون ويلحق به العار مدى الأجيال رابعًا إن الشعب الليبي سيدٌ على أرضه ولن يفرط في شبرٍ منها وسيقف بالمرصاد لكل من يسعى في مسالك الخيانة وتدنيس التراب البلاد وفي التاريخ عبرة لمن يعتبر وعلى نظام السيسي في مصر أن يراجع حساباته وأن أي تهور بزج أي قواتٍ في بلادنا ليبيا ستكون عاقبته حتماً وخيمة حفظ الله ليبيا وأدام عزها وبارك في شعبها الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مهجري أهالي بنغازي في المنطقة الغربية صدر في مصراته اليوم الأحد تسعطاش سبعة الفين وعشرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته